قرر مسؤوله الإسماعيلي تأجيل صفر الفريق إلى ليبيا السبت المقبل لمواجهة أهل بنغازي وديا يوم 18 مارس الحالي لمدة أسبوع لاستخراج القرار من وزارة الشباب والرياضة لعدد أفراد البعثة البالغ عددهم 70 فرد من الجهاز الفني والأطم المعاونة واللاعبين ومجلس الإدارة والمرافقين لهم وكان نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي تواصل مع نظيره خالد الصعيطي رئيس أهل بنغازي واتفق على تأجيل صفر بعثة الدرويش على طائرة خاصة لليبيا يوم 22 مارس الحالي تمهيدا لملقات فريق وديا بعد وصوله منكب يومين بمناسبة الاحتفالات بالمقاوية واستغلال الزيارة وعقد توأمة بين الناديين لتبادل الخبرات في مجال التدريب واللاعبين المحليين والأجانب والمعسكرات لكل اللعبات الرياضية وتقدر الإشارة إلى أن المسؤولين بالإسماعيلي أعدوا برنامج للاحتفالات بالمقاوية التي تبدأ رسميا 13 إبريل المقبل يتخللها أداء مباريات ودية داخل الإسماعيلية وخارج البلاد فضلا عن تنظيم حفلات غنائية وتكريم رموز النادي الكبار وقدام اللاعبين منهم على قيد الحياة أو الراحلين عن الدنيا تخليدا لذكراهم العطرة وتقديرا لإسعادهم لجماهير الدرويش في كل مكان شكرا للمشاهدة